نلعب بيساعدنا اني حنلعب فكان على النادي الاهلي كان لازم الشناوي اللي فكرة الكابتن حسام فيه ان هو حيلعب به مثلا فكنت لازم تساعد المنتخب ان الشناوي يلعب مباراة خلاص اما فكرة الغياب الشناوي في مدة شهرين او ثلاث شهور دي ما تمنعوش ان هو يبقى موجود في مباراة بوركينا فاسو وفكرة الاحسن يلعب والاجهز يلعب انت امكانيات الحارسين مختلفة يعني امكانيات شبير والشناوي امكانيات مختلفة الشناوي قائد بطبيعته بيعرف يقود خط ظهره وبيعرف يتكلم معاهم وبيشخط وبيزعق التاني حاجة انت تحس ان التمنتاشر ملك الشناوي شوية يعني الشناوي بيعرف اتعامل في الكورة العرضية وبيعرف يطلع فيه هيبة في حراس المرمى شو بير جون واعد جون واعد بشكل كبير جدا بس انا بشوفه على الخطوط في حراسة المرمى هو على الخط جوه المرمى شو بير جون كبير جدا اما غاد دلوقتي تعاملاته في التمنتاشر يا فاروق لسه يعني لسه ما ادناش احساس في تعاملاته داخل احساس المطشات برد اي انا شفت له كم كورة كورة مش الحاجات اللي فيه بص الحاجات الدور المصري الكورة باللونة شوية يا فاروق انا انا عندي مبدأ في موضوع الشو بير شو بير زي انا انت قلت كده جول كويس او بس يعني هنقول مثلا لك كم مرات شاكين شيء تمانية تمام تمام فيه اربع منهم الاهل اللي لم يختبر اصلي حالة 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 النادي الاهل ماشي لم يختبر اربعة تانين كان نجم تمام فانا برضو ايه مش عايز يعني اقيم وطلع فوق قوي لكن هو جول كويس لان في الاختبارات الاربعة او الاربع مباراة احنا ما اختلفناش فيه احنا ما اختلفناش فيه انه هو ايمة كمان كحارس مارما خلاص ولعب وتحمل ضغوط كبيرة جدا وتحمل يعني السنة اللي فاتت لعب مباراة من مباراتين نهائي الافريكي والمرة دي لعب الاتنين نهائي الافريكي يعني لعب المباراتين اللي بيحدده البطل بشكل كبير جدا انا ما بتكلم لو انا المدرب انا بتكلم لو انا المدرب هلعب الشناوي لو انا المدرب بالمواصفات اللي انا قلتها لك فاروق قيادته للي قدامه لقيادته يعني انا بلاعب لعيب انت كده يبقى انت كده بتغامر يا كبتل يعني مش مغامرة لا لو انت لعبت بالشناوي كده متغامر الشناوي بتغامر اه محطرامي انا ما بتكلمت الشناوي يبقى مغامرة دلوقتي كنت مش مغامرة ازاي انت ان الشناوي بقاله كم مدش مبلعبش يا فاروق او بقاله فترة ايه لقدر الله حصل حاجه في المباراة هيجي يقولك احنا ازاي تلاعب وتعمل هتبقى مشكلة كبيرة جدا للجهاز لكن انت بتكلم على لعيب بيه لاعب مفيش اللوم عليك كابتن لأ اللوم ازاي الرجل رجله في الملعب انت عندك شبير او عواد خلينا بجرمه منصول لكن انا بكلمك انت محمود تدير مباراة انت متسئلش فيها في اختيارات لعيبة لا كابتن انا لو جبت لعيب بقاله فترة ما بيلعبش خلي بالك وجهة نظر بحضرتك تبقى صاح لان انا عارف كابتن حساب ممكن يبقى وجهة نظر ممكن تلاقي الشناو بيلعب لكن انا بكلمك يبقى ده مش عدل ربنا اه لا يا كابتن ما يساعدك ازاي يا محمود ازاي ما احنا بنتكلم لا حصلت لينا يا محمود حصلت لك وحصلت لي وحصلت لفروق انت ممكن تكلم مع نادي لأ انت نادي العب فيه التشكيل زي ما انت عايز لكن انا بتكلم على منتخب مصر لما تلاقي لأ جون